العالمين يبدو انه عنده معلومة ان في المسؤولين في نادي الزمالك هتخذوا اجراء ما في مواجهة هذا الاسلوب اذا كان هذا صحيح انا بقول له اوكي طب لو ده مش صحيح بقول لهم لا لازم تعملوا كده لان اخطر شيء انك تبرر خطأ اي عنصر ينتمي اليك صحيح فاحنا نتمنى ان يكون المعلومة اللي عنده اللي بناء عليها يعني حية اللجنة على ان هي حتنحازل القيم وابتاع انه تكون صحيح ولو بالشجب انا ما يهمنيش العقوبة اه وقت تفتكر ان انا حفرح يعني اني توقف قدية انما الرفض الرفض ما ينفعش تعمل كده وانت بتنتمي الى نادي الاهلي ما ينفعش تعمل كده وانت تنتمي الى نادي الزمالك هذا هو الموقف المسؤول يجب ان يحدث هذا اذا لم يحدث هذا يبقى اقوال مش افعال طيب لو حصل هذا يبقى افعال مش اقوال بالضبط وهو ده اللي احنا عايزينه عايزين ان القيادة تقود ما تبقاش متأثرة بفرح ناس او زعل ناس او تحسب الحزبة كده اديلك مثل ارجو انه ما زعلش حد الكابتن ابراهيم حسن ونحن في نعرف من هو وقدره وقيمته كلاعب احسن ظاهير ايمن في كل الناس ما تتكلم هو مين احسن ظاهير ايمن في تاريخ الكورة المصرية يقولك كابتن ابراهيم حسن ففي عزه وفي عنفوانه اه اتهرف تصرف اه في مطش مصر والمغرب هناك اتشتم وبتاع فانفعل ورد الاجتماع الفوري هنا دي المواقف اللي بتحمي الاجيال القادمة بتحمي تصول الملاعب وبتصول وبمصدقية يعني انت عاملها لان انت متربي كده النادي الاهلي دي مسئوليته وكنت انا عقده مجلس الادارة في اتحاد كرة القاتم انا زاك مع اللي هو حرب اي اتوقف الكابتن ابراهيم من النادي الاهلي قبل ما يجتمع اتحاد الكرة عشان يناقش الموضوع اه فورا ما فيه خدتش تمانية اربعين ساعة وقبل اجتماع اتحاد الكرة وتوقف ستوش لدرجة اللي هو حرب دحك قالك الله هم بيزنو هنا فطر مجلس الادارة الانتحاد يوقفوا سنة اه لا انه اذا كان صاحب الشأن رأى انه يتوقف ستوش فيه واقعة ما بتخصش النادي الاهلي وخدته ممكن تسبع لاتحاد الكرة يمكن تعدل لكن اللعب بيمثل لكن النادي الاهلي بيمثل مش بمثل النادي الاهلي بيمثل قضوة قضوة اه انت حريص على ايه؟ لا انا 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 موديك تمثل النادي الاهلي في منتخب مصر في منتخب مصر فبالتالي لازم ان تكون جدير بتمثيل هذا النادي في قيمة الوطن انت كان ممكن تبرر مليون حاجة ماهو تشاة ماهو تشاة ماهو تشاة ماهو اللي بتقال بقى اه لكن انت كمان عليك مسئولية بتمرزها وهنا بنقول افعال مش اقوال احنا حرسين جدا على هذا الكلام انه يتم تبارسه ها رغم انه عملنا خسارة فنية فادحة او كبيرة بلاش فادحة يعني يعني انك تعود لعب بهذا الثقل مش سهلة وانت محتاجه لكن انت بسط للامور من المنظور اللي احنا بنتكلم فيه مسئولية النادي الاهلي عن رعاية الصح والخطأ